انقطونا من سرطان دواخين الزوء صرخة تطلقها 52 بلدية في كسروان الفتوح لمكافحة التلوث بعد معاناة طويلة تعامت عنها الدولة قصة نبلشينا سنة 83 وعود 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 وننطر وعود وننطر وعود إلى تبين أنه كلها كانت مسكنات ما وصلنا لنتيجة الأمراض بتبلش من الحساسية إلى وصولا للأمراض السرطانية وهذا بقى البتاع بقى كم تزداد أمراض السرطان إلى جانب المعمل القديم وصمومه ينشأ معمل جديد مع 11 دخونا من دون رخصة بناء جديد ومن دون دراسة للأثر البيئي واسأل وزير البيئة يقول نهاد نوفل ووزير البيئة يؤكد نعم نحن نطالب بدراسة للأثر البيئي لا يبي عمروا بدون رخص وبدون أثر البيئي طالما هالأد عندهم إيمان رحنا نجيب رخصة العمال هجموا على بوليسية البلدية بالأصل بلدية سؤم كايل أعلنت الحرب على دواخين الزوء وتشهر بوجه مؤسسة كهرباء لبنان سيف الملف الأسود وسلاحها تقارير طبية عما تسببه الدواخين من أمراض وحملة تواقيع من السكان البديل أننا نموت إذا بدون تشلوه الناس عم بتمنت خلي أحصل أحصل مستشفيات أمراض الرئة أمراض الحاسسية أمراض الجلد أمراض العيون وصولا إلى السرطان مؤسسة كهرباء لبنان استغربت الحملة التي تأتي بعد نجاحها في تخفيض انبعاثات معمل الزوء وهي ستصدر بيانا وتؤكد أن نسبة الغبار المتلوث انخفضت أكثر من 60% وأول أكسيد الكربون انخفض أكثر من 80% وثالث أكسيد الكابريت انخفض أكثر من 90% والمؤسسة بصدد إطلاق مناقصة للمعالجة الكيميائية وهي أكدت للLBCI أنها ستلزم قريبا دراسة الأثر البيئي للوحدات الانتاجية الجديدة كما القديمة كما أنجزت تقييم الأثر البيئي للباخيرتين التركيتين أنا بعرف أنه في شعب ساكت ما بيتحركوا لنا المسؤول إلا تحت ضغط ويسمعوا صوت الناس تبريرات كهرباء لبنان لن تقنع على ما يبدو أبناء كسروان وهم يبدؤون في 25 نيسان تحركا تصعيديا بقطع الطريق عند مفرق شركة الكهرباء لمدة نصف ساعة وقيل أن المؤتمر الصحفي الذي يسبق التحرك سيشارك فيه نواب المنطقة ترجمة نانسي قنقر